اليوم اليوم هو المصور والمخرج أحمد وحبا كيف حالك أحمد؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كله تماما دعونا نتعرف عن أحمد من البداية من قبل أن يبدأ تصوير، حياتك كانت عاملة كيف؟ خد كنت دوامة اللي دخلتها، أنا ما درستش أي حاجة ليه علاقة بالتصوير ولا الإخراج كانت دراستك إيه؟ كنت بيزنس، متخصص في data analytics، حاجة مختلفة تماما وبعد ما اتخرجت اكتشفت أن أنا ما بحبهاش خالص ودخلت حقوق لمدة سنة وكتشفت برضو إن دي مش حاجة عايزة أعملها وكنت تاقي خالص أول لما اتخرجت بعدها روحت اشتغلت في شركة تاعت سوشال ميديا كانت شركة نكحة قوي وأنا كنت مستغرب بهم إزاي عمالين يكبروا بالحجم ده وكانت كور بتاع شغلهم وأساس شغلهم كله قايم على فيديو فسعتها I was very interested في الموضوع وكررت إن أنا عايزة أعلم نفسي فيلم ميكين وعايزة أدخل نفسي جوه الـ content creation والعالم ده كله وابتدت my journey من هنا بس أنت you got interested يعني أنت حسيت أن أنت مهتم بالتصوير ومهتم بالفيديو ميكينج وكل حاجة بس مش دايما كل حاجة إحنا بنحس إن إحنا مهتمين بيها إن إحنا ندرسها ونشتغل عليها فإنت في الفترة دي كان في ناس كتير جداً اهتمت بالتصوير وكله راح اشترى كاميرا وكله راح عمل كل حاجة وعمل photo sessions وفجأة وقف إيه اللي خليك تكمل؟ أنا الصراحة في الأول ما ابتدتش بكاميرا أنا كنت بسافر كتير ومن في سافرية حسيت أن أنا عايزة أعمل فيديو document memories وكل حاجة بأخدها فقررت أن أنا صور كل حاجة بتليفون وفي ساعتها أول ما رجعت حطيتها كده على application telephone ساعتها كان الكلام ده في 2015 كان applications وحاجات بدائية جداً ومكانش عاجبني اللي طالع فدخلت بقى أعلم نفسي إزاي أبتدي أمنتج وأدت حاجات أنا مطلعها من تليفون وخطوة بخطوة ابتديت أعلم نفسي حاجة جديدة حاجة صغيرة بس أنا بدايتي كلها ما كانتش من كاميرا كانت من تليفون